بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة بعض النظريات المهمة والمتعلقة فيما إذا كانت الدالة المستكملة زوجية أو فردية فنقوز النظرية التالية النظرية تقول لتكون الـ FX دالة متصلة على الفترة من سالب A إلى A قلنا سابقا معنا كلمة متصلة أي أنها كمولة والفترة هنا فترة مغلقة ومتناظر بالنسبة لنقطة الأصل أي من سالب A إلى A مركز الفترة نقطة المنتصر في هذه الفترة هي الصفر عند إذن فإنه إذا كانت الدالة زوجية فإن التكامل من سالب A إلى A إلى F الـ FXBDX هو ضعف التكامل من صفر إلى A أما إذا كانت الدالة فردية فإن التكامل سالب A إلى F الـ FXBDX يساوي إلى الصفر وهذه النظريات مفيدة جدا وخاصة للمهندسين خاصة عندما يدرسون ما يسمى بمسلسلات فوريه وإيجاد السوابت إيجاد السوابت هي عبارة عن تكاملات محددة من سالب باي إلى باي وقيمة السوابت يمكن إيجادها بسهولة فيما إذا كانت الدالة زوجية أو الدالة فردية وذلك بالاعتماد على هذه النظرية ويمكن نحن أيضا أن نسهل علينا الطريق باستخدامها فإذا كان عندي سؤال بالشكل التالي أوجد قيمة التكامل من سالب واحد إلى واحد لأكس وأربعة سائد ثلاثة إكس تربية سائد واحد بدي أكس لو جينا أول شي ما يسترعي انتباهي شكل الفترة هي من سالب واحد إلى واحد إذن الفترة المنتصى أي سالب واحد واحد إذن هي فترة متناظرة بالنسبة لنقطة الأصل وبالتالي أفكر أن هناك نظرية مرت علي تتحدث عن الدوار الزوجية فأبحث هل الدالة المستكملة هي زوجية أم فردية من الواضح أن كثيرة حدود جميع أسسه هي زوجية إذن وبالتالي فالدالة المستكملة هي دالة زوجية فعواض ما أكامل من سالب واحد إلى واحد أكامل على نصف الفترة عواض ما أكامل على الفترة كاملة أكامل على من نصف الفترة وأضرب ناتج تكامل باثنين فالتكامل هذا يساوي إلى اثنين تكامل من الصفر إلى واحد لأكس أس أربعة زائد ثلاثة إكس تربيع زائد واحد بدي أكس الآن اثنين برا إكس أس أربعة تكامل إكس أس خمسة على خمسة ثلاثة إكس تربيع تكامل على قوة إكس تكامل على ثلاثة والواحد تكامل إكس من الصفر إلى واحد نعوض أولا بالقيمة العليا اللي هي واحد والتعويض بالصفر هو صفر فلو عوضنا واحد 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 فنحصل على الإجابة وهي اثنين وعشرين على خمسة إذن نأخذ مثال آخر لو قال لي إحسوا قيمة التكامل التالي أيضا أبحث فأرى أن التكامل المنطقة التي أكامل عليها متناظر من اسم نقطة الأصل فأتذكر النظرية التي تتحدث عن التكامل الدالي المستكمل فيما إذا كانت فردية أم زوجية لو جينا لو وجدنا هنا إن هذه كثيرة حدود جميع أسس فردية إذن هي دالة فردية وبالتالي فإن قيمة التكامل مباشرة يساوي إلى الصفر حسب النظرية إذن بما أن المقدار هو دالة فردية وبالتالي في التكامل يساوي الصفر لو جينا إلى هنا التكامل من سالب خمسة إلى خمسة أتذكر نظري إذن من سالب خمسة إلى خمسة واضح أن الفترة متناظرة من نقطة الأصل وبالتالي فأفكر فيما إذا كانت الدالة المستكملة هي فردية أم زوجية لو طلعنا إلى الدالة المستكملة لو وجدناها أنها ليست فردية ولا زوجية لو ذلك لوجود أسس زوجية وأسس فردية في كسيرة الحدود التي أمامي فأنا بدي أحاول أستفيد من النظرية والتالي بعمل الشيء التالي عملية الجمع عملية إبدالية فبجيب السبعة إكس إلى جانب الاثنين إكس تكعيب فبصير عندي على الشكل التالي اثنين إكس تكعيب زائد سبعة إكس زائد ثلاثة إكس تربيع بهذا الشكل تكامل من سالب خمسة إلى خمسة بدي أكس الآن من خواص التكامل التكامل يمكن أن يذهب إلى الأول وأن يذهب إلى الثاني والثابت يمكن أن يخراجه خارجه من التكامل فيتحول التكامل إلى تكامله التكامل لها هذا التكامل هذه الدالة المستكملة دالة فردية على فترة متنازلة بالنسبة لنقطة الأصل إذا قيمة هذا التكامل هي صفر هذه دالة زوجية لأنه كسيرة حدوث زوجية على فترة متنازلة إذن قيمة هذا التكامل هو تكامل من الصفر لخمسة ضرب اثنين لثلاثة اكس تربيع بدي اكس إذن فنحصل على الأول هو صفر الثاني هو اثنين من صفر لثلاثة الثلاثة بتخرج ررع ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في اثنين ستة اكس تكعيب تأسيم إذن وعود بين الصفر والخمسة طبعا هنا ثلاثة مع الاخس تكعيب اختصرت نعود بالخمسة خمسة للتكعيب هي مئة وخمسة وعشر والصفر للتكعيب هو صفر واثنين في مئة وخمسة وعشرين مئتين وخمسين إذن استطعت أن أتابع في هذه النظرية وأستفيد منها ننتقل الآن إلى نظرية أخرى أيضا مرت معنا سابقا في التكامل غير المحدد نظرية كانت تقول إذا عندي مشتق وعندي وراء تكامل لأفل إكس بي دي إكس فقلت أن المشتق في هذاك الوقت يأكل التكامل لأنه هو معامل معاكس فنحصل على إفل إكس هنا في التكامل المحدد هناك نظريات مشابهة لهذه النظرية فإذا كانت الدالة متصلة وقلنا معنا كلمة متصلة أي أنها كمورة على الفترة من A إلى B وكانت سي عدد يقع بين الأي والبي فإنه من أجل جميع قيم إكس المتغيرة بين الأي والبي نعطي الدستور التالي إن مشتق تكامل من سي إلى إكس لأفتي بي دي تي يساوي إلى F في الإكس مباشر إذا شبيهة في هذه إذا ولكن هنا نبدل داخل بدل كلمة تي بي إكس أيضا يمكن تعميم هذه العلاقة إذا كان عندي مشتق تكامل من دالة إلى دالة أخرى لفتي فأعوض بدل تي بالدالة العليا ضرب مشتقتها ثم أعوض بدل تي بالدالة السفرة ضرب مشتقتها فنحصل على الدستور التالي غالبا ما يأتي سؤال مساعدة في الإختبار فيقول لك دون إجراء المكاملة إحسب قيمة التكامل دي على دي إكس لتكامل من اثنين إلى إكس لو جينا إننا عم بيقل دون إجراء المكاملة إذن هذه النظرية نتذكر نظرية هذه النظرية تتعلق بالتكامل محدد إذا هناك لو لم يكن هناك حدود تكامل لتذكرنا النظرية اللي قبلها إذن مدام وجدد حدود فإذن إما النظرية الأولى والنتيجة جعلناها النظرية الثانية الآن نبدل إذن الجواب طبعا هنا تي نبدل عن كل تي بي إكس فنحصل على أن الجواب هو سيك أس ثلاثين إكس مباشرة دون الحاجة إلى أي شيء كذلك الأمر إذن هذا إذا جاء سؤال في الامتعام فهو سؤال يعتبر مساعدة ممكن أن نسأل سؤال آخر مثلا وذلك بالشكل التالي احسب قيمة التكامل احسب قيمة التكامل من 2 إلى 5 لسا سيك أس ثلاثين إكس أو ت بديتي إن الجواب لهذا السؤال طبعا هذا من عدد إلى عدد ليس من عدد إلى إكس إلى متغير إن الجواب هنا صفر لماذا صفر؟ ذلك لأن نحن نعلم أن التكامل المحدد هو عبارة عن مساحة يعني هو عبارة عن عدد فإذن إذا حسب قيمة هذا التكامل المفروض يطلع معي جوابه هو عدد إن مشتق العدد يساوي إلى الصفر إذن هذه من الأسئلة الطريفة التي غالبا ما تطرح على الطالب في كثير من المناسبات الهدف منها يعرف أن الطالب فاهم المعنى الهندسي للتكامل أم لا بس إذن هو من الأسئلة الطريفة وممكن يجيني سؤال على النظرية الأخرى مثلاً اللي تكامل من إكس إلى إكس تربيع لتي بديتي مثلاً إحسب قيمة هذا التكامل وبره إشارة المشتق عندئذن نعوض هنا بدل التي نحط إكس تربيع ونشتق في مشتقة الإكس تربيع هي 2 إكس نائس هنا نعوض بدل التي بإكس ونشتق الإكس نضرب بمشتقة الإكس اللي هي واحد فنحصل على الجواب واتنين إكس تكعيب نائس إكس إذن بسهولة دون إجراء عملية المكاملة إذن هذه من الأسئلة الطريفة أيضاً ممكن أن نأخذ المسال التالي اللي بهذا الشكل واحد على إكس لجزر الإكس لهذا المقدار الآن نعوض هنا بدل كل تي في الداخل بجزر الإكس بالقيمة العليا ثم نضرب بمشتقة الجزر إذن هنا عوضنا هاي بدل جزر الإكس أربعة جزر الإكس أستربيع زائد أربعة وضربنا بمشتقة الجزر ثم نعود بالقيمة السفلة ونضرب بمشتقة 1 على x هو 4 ومشتقل 1 على x هو سالب 1 على x تربيع ونحسن هذا المقدار فنحصر على هذه القيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته